حياكم الله أحبابنا ويهلا مرحبا فيكم ننطلق معكم حلقتنا اليوم وضيفتنا وهي تعتبر أول مهندسة كويتية تعمل في مجال تحلية المياه و أيضا ضيفتنا تم اختيارها ضمن أقوى 20 سيدة في العالم و كانت رتيبة أعتقد 16 في صنع القرار المؤثر في مجال المياه حققت الكثير من الإنجازات الأمانة مهمة لتاريخ المرأة الكويتية بشكل خاص و المرأة بشكل عام ضيفتنا مليئة جدا بالإنجازات و الأفكار لأن النهاية للأسف غير مرضية لنا إحنا ككويتيين إيه كيفها شأنها قرارها أي كان لكن إنسانة بهذه الدرجة و هذه المكانة و هذا الإنجاز المحلي و الخليجي و العربي و الدولي مجرد ذكر اسمها عند أي مهندس أو أي مهندسة ما عنده تعليق إلا أن يصفق له طيفتنا نشاهد و نرجع لكم إن شاء الله رئيس مهندسي مشاريع وحدات تقطير المياه سابقا بوزارة الكهرباء و الماء ضيفتها العزيزة الكريمة المهندسة زمزم الركف مستاذ الله بالخير و حياة و يا هلا و مرحبا فيك يا هلا و مرحبا فيكم أشكركم على هذه المقدمة و أنا سعيدة معكم اليوم بتلفزيون الرأي نحن أسعد الله حفظك ولكن أيضا بنفس الوقت بنطلق معاك في هذا المحور أولا قبل أن نتعرف على أرائك و أفكارك و هل إحنا عندنا مياه صالحة للشرب و مصالحة للشرب و شنو إحنا ممكن نحل هذا الموضوع و أزمة مياه قبل كل كل شيء قبل كل هذه الأمور بعد خدمة 34 سنة بهذا المركز و تعتبر أول مهندسة كويتية تنزل الميدان يعني في ذاك الوقت قبل 34 سنة بنت كويتية في شبابها و تخرجها من الجامعة عند أسرتها و أهلها أنا رايحها محطة تقطير مياه شون يبقى تذهب إلى محطة شون تنزل إلى محطة الفكر ذاك الوقت يختلف فعلا الآن يختلف لكن أول امرأة تواجه هذا التحدي و من إنجاز إلى إنجاز و من تميز إلى تميز و من براءات اختراع إلا أن في نهاية المطاف يعني أنا نحن نتوقع شيء حق إنسان تستقيل استقالة يمكن عندها عروض من بره مبالغ أكبر لكن الإنسان اللي قدم 34 سنة بالكويت أعتقد قدمت له عروض في تلك الفترة و رفضها و نطلق معاً في موضوع الاستقالة لماذا المهندسة زمزم بعد 34 سنة قدمت استقالتها يعني كل إنسان يبدأ عمله و ينطلق من بداية حياته و يتمنى أن ينتهي عمله هذا في نهاية على قدر من علمه و معرفته و خبرته أنا تخرجت من الجامعة و كنت الأولى على دفعتي و عملت في محطة كهرباء الكل كان يعني ما نعني أني أشتغل حتى أهلي يعني ما كان عندهم سهل أني أقعد وأشتغل في الميدان ولكن الحمد لله بديت عملي و بنيت خبرتي و مثل ما تفضلت أنا ما حب أكرر الكلام اللي تفضلت فيه بالنهاية لما أنا أوصل لها العلم و الخبرة و المعرفة و أي مهندس صغير تدرب تحت إيدي و مع احترامي و تغديري للكل و يصير هو رئيسي في العمل بسبب الواسطة بسبب ارتباطه مع شخص بالحكومة بسبب معرفته لبعض النواب إذا تسمح لي أنا بتكلم بصراحة يصعب على الإنسان أنه يقعد و يعمل في مكان يمشون لصغار و يرتفعون و هو قاعد يطالع بعيونه لمجرد أنه والله ما حرك واسطته طب هل أنا يحتاج واسطة هل الإنسان اللي يعمل و يشهد للعالم و تشهد للمنظمات العلمية يحتاج واسطة عشان يترقى أنا وصلت لأعلى منصب سيدة في وزارة الكهرباء و الماء وصلت لمنصب رئيس مهندسي أنا ترقست جهاز دقيق جدا يعني إحنا نعمل بدون مستشار عالمي وهذا فخر أفتخر فيه أنا والاستاف اللي كان يعمل معي كل دول الخليج يعملون مع مستشارين عالميين يدفعون آلاف و ملايين الدنانير لهؤلاء المستشارين صحي إحنا بنينا نفسنا بنفسنا نعم أنا ولله الحمد والمنا بنيت نفسي وبنيت أيضا صف ثاني و ثالث وراي وكنت أتوقع وتأمل من المسؤولين اللي مروا علينا على الأزمنة اللي فاتت أنه يكون في لنا تقدير لي أنا في أني أنحط فيه على الأقل يعني درجة وكيل مساعد ترى ما هي صعبة ما هي صعبة جهازات تتشهد لك في النهاية قيادية يعني أتفاجأ يعني تينا البرشوتات من فوق يقول لي يعينون وكلاء مساعدين من وزارة التربية في وزارتنا من وزارة وين؟ من التربية من وزارة التربية؟ يتعين وكيل مساعد من وزارة تربية وكيل مساعد بوزارة الكهرباء والماء؟ بأمر الوزير ويمشي الترشيح ويوافقون عليه ويترشح ويطلع فيه مرسوم أينا واحد ثاني من وزارة الشؤون الفترة الأخيرة نفس الشي أنا واحد من وزارة المالية فإحنا لهم تنظر عفوا أستاذة لما تجدين أنت تتناقشين معهم يمكن عندهم العلم والخبرة أيضا في هذا الأمر هل هم عارفين وفهمين الموضوع اللي هم مسكين لأن هناك بريد يمر عليهم ويوقع إجازة في النهاية وقرارات أكيد فيه أشياء فنية أنا من البديهة أننا ما رح يوصلون حق علنا ومعرفتنا إحنا اللي بنينا الوزارة أنا دي من البديهة لكن أنت جلست تناقشتي معهم شنو لمستي من هالوكلاء المساعدين القيادين اللي يستلمون هذا المنصب بقرار مجلس الوزراء وغيره ما في لغة نفهمها بيننا اللغة اللي أنا أتكلم فيها ما يفهمونها أهما أنا لغتي لغة الخبرة والعلم والمعرفة لغة الهندسة لغة التحلية لغة الكهرباء لغة حاجة البلاد لغة الماء لغة الإنتاج اللغة اللي عندهم ما يفهمونها ترى هذا سبب ما يفهمها لما تقدمين هذا الطرح على طاولة الاجتماعات يصير فيه يعني شد جذب الموضوع كونه هو معارف ولا يفتهم هذا الأمر يعني ما يعي هذا الموضوع يصير شد جذب يعني جدال لازم أعلمه شون تعلمينه قيادي شون تعلمينه شون علمه بالطبط شون أنا أقدر أقعد مع قيادي ورئيسي على في لجنة ولا رئيسي رئيس مباشر وأقعد أفصل له الموضوع عشان ياخد قرار ويساعدني فيه من أولة لآخرة صعب أنا تعبت تعبت أنا أصلا مو دورت لأن تشرحين وتعلمين مو دورت دورت خبين المشروع مفروض إحنا ننحط في المراكز القيادية أنا واللي عندنا الخبرات وناخد قرارات بناء على خبرتنا وهنين أخدم بلدنا هذا السبب أنا يعني يعني ما أقدر أقعد في جو إحباط وجو حقران فيعني عشان تشير قدم تستخلتي ما كدر صار له هالأمر أستاذة زمزم هالموضوع الذي تفضلت فيه يعني بالوزارة ماشي من سنين من سنين أيام يعني وايد وزارة مروا علينا كلهم يعني يعني عطونا هالسيناريوات للأسف الشديد طيب القيادين بعض القيادين بوزارة الكهرباء والماء بهذه السورة كيف ترين وزارة الكهرباء والماء الكويتية هل هي في تقدم هل هي في تراجع يعني طبعا الوزارة فيها كفاءات أنا ما أقدر يعني أشمل الكل ما في شك إنه فيها مسؤولين وفيها قياديين ولكن أنا أتكلم عن نفسي وأقول أن أنا ما أقدر أعيش في جو إحباط وجو حقران أنت ما وصلت لأعلى رتبة في العلم والخبرة وماسك جهاز فني وفيه شغلة أنا أحب أقولها لما تهي وقت اللجان والمسؤوليات والأمور الصعبة يحطوني أنا رئيس لجان أنا مش تغلب لجان التحقيق من أكثر من عشر سنوات لكي تحلل المشكلة وتطلع التقارير بشكل فعلا العلمي والعالمي واللي يعني لا يشق له غبار ولكن وقت الترقيات مو بسمج وهذا شيء يعني نوع من ظلم نفس الأمانة يعني في اللقاءات أكيد يعني أنا خترت أني أطلع وإن شاء الله أخدم بلدي في موقع آخر إن شاء الله في النهاية الكويت يخدم ديرته بأي مكان لكن إحنا ليس في مجال أني أنا أقعد مع مسؤول يستخدم صلاحياته وسلطته ضدي حتى لا يظهر فشله هذا الأمر مرفوض ما نبي إحنا أكيد طبعا لكن كيف استقبلت استقالة المهندسة زمزل في الوزارة؟ طبعا وكيل وزارة ناداني سألني وجاوبته محمد بو شهري أما الوزير قال الله يوفقها ما قال ليها أنا مباشرة قال لها حق وكيلي المساعد هل كانوا منتظرين هذه الاستقالة على طبق من ذهب؟ ما أعتقد لا أهم يبون يعني يبون نشتغل ونتعب ونجتهد ونبدل جهد والحين يعني الجهاز المشاريع ما في أحد ماسكا رئيس مهندسين بالتكليف السؤال استقالة المهندسة زمزل هل تم قبولها بأريحية من قبلهم قال الله يوفقها الوزير عدل وصلتش الرسالة بهذا الشكل أنا فهمتها أنها أريحية وانت قدمت لهم هذه الأريحية؟ لا أنا اللي اخترت أنا طلعت برغبتي أنا اللي حددت الوقت والتاريخ أنت تم قبولها بهذا الشكل؟ كنت متوقعة شيء وصار شيء آخر؟ يعني على الأقل لو وزير الكهرباء ناداني ويسألني كنت متوقعة أني يناديني ويسألني خصوصا يعني أن الدكتور خالد الفاضل دكتور مشهود فيه مشهود له بالعلم والمعرفة ما شاء الله يعني وهو يعني قيادي أنا قاعدة أشوفه بالوزارة من الدرجة الأولى بس يمكن كان مشهود هل المرأة الكويتية المهندسة بهذا المجال وذات كفاءة عالية مثل حضرتك تجدينها أو ترين بينها مظلومة بالكويت؟ والله أنا ما أبي يعني أقول لها مظلومة إلى الحد المفتوح هي يعني خذت القيادة إلى غاية مدير إدارة أنا أتكلم عن وزارة الكهرباء أما فيما بعد مدير إدارة إلى الآن لم يتحقق في وزارة الكهرباء والمع ولكن هي خذت مناصب قيادية في الوزارات الأخرى يعني وزارة الأشغال نفس طبيعة عملنا نعم وغايدوا اطلعوا مهندسات ما أدري لاش نحن نسوي لنا حكر بالوزارة وإن شاء الله الله يكتب الخير للي موجودين يعني يعني أصحاب اختصاص مجال عملي إلا أنه في المقابل هناك بعض المسؤولين والقيادين في هذه الوزارات بالتأكيد لهم كل الاحترام والتقدير ولكن ليسوا ذو خبرة بالمجال نفسه ما نزلوا ميدان ما عملوا فيه مو أصحاب اختصاص مثل ما تفضلت ضيفتنا من وزارة التربية ومن وزارة الشؤون نعم فاصل وراجعين لكم مهندسة زمزم أنا الآن بستغل وجودك ونتكلم بشفافية يمكن مرات يعني الوزارة من قصر يطلع معنا بين فترة وفترة ويعطوننا أرقام حصائية وكذا أنت الآن لا بوزارة ولا بغيرة حرة النفسي أنا بنتكلم بكل صراحة وننطلق معك في هذه الأمور لكن الجائزة اللي حصلت عليها أكثر من جائزة ما شاء الله وأيضا حققتي مراكز في الانتخابات خذتي المركز الأول في منظمة دولية في هذا الجانب بتكلم عنها وأيضا تكريم سمو الشيخ محمد بن راشد في تكريم لحضرتك في الابتكارات المتعلقة في المياه وتحرية المياه إذا تحب نتكلم بالبداية عن تكريم الشيخ محمد بن راشد لأنه هو تكريم ترك في نفسي أثر طيب في أحد المؤتمرات اللي تم عقدها في دبي تقدمت بورقة علمية عن مشروع في الكويت نفذناه المشروع باختصار هو عبارة عن محطة تحلية ربطناها مع محطة كهرباء قائمة وأخذنا الماء اللي خارج من المحطة محطة الكهرباء اللي حرارتها مرتفعة ودخلناه على وحدة تحلية وأنتجنا ماء محلة هالتقنية هذي اللي إحنا سويناها استخدمنا الطاقة اللي مطرودة للبحر واستفدنا منها في الإنتاج وحققنا تقريبا تخفيض للقيمة الرأسمالية والقيمة التشغيلية بأكثر من 25% لما تقدمت بهذه الورقة عفوا والصالح للاستهلاك الآدمي طبعا مياه محلاة يعني محطة كهرباء جماعة محطة كهرباء دائما فيه ماء عندها يطلع منها ماء حار الماء الحار هذا مهندستنا تكرت هذا الشيء بأنه يطلع الماء الحار ماء الكهرباء يرد ثاني مرة إلى هذا المصنع لتحلية المياه ويحلون الماء الحار ويرجع إحنا نستخدمه ونشربه ببيوتنا صح؟ نعم إحنا نحليه بطريقة التناضح العكسي نمره على أخشية الأخشية هذه تطلع لنا ماء حلو وتطلع لنا ماء ملحي مركز يطرد للبحر في وجود الحرارة هذه صار التوفير في الطاقة المستخدمة للإنتاج لما قدمت الورقة العلمية عطوني المركز الأول بالمؤتمر وناداني الشيخ محمد بن راشد ومكتبة وكلمني وكرمني وقال إحنا نفتخر فيكم كوني خليجية ومتميزة وطلعت ورقتي المركز الأول خذت على اللي قدموا الأوراق العلمية من أوروبا ومن أمريكا والمشروع ترى لا زال يعمل بكفاءة مشروعي أنت هذا فكرتش أنت نعم وينتج 30 مليون قلون إمبراطوري في اليوم من المياه المحلة اللي خارجها من الكهرباء طالعة من الماي المطرود هو طبعا ماي بحر نظيف ولكن درجة حرارته مرتفعة إحنا طبعا مفروض أن نحافظ على البيئة وما نطلع مياه حارة وهو طبعا وذن الرينج المطلوب بس أنا قلت نستفيد منه بدل ما ينطرد ويروح للبحر ونطلع ماي حلوب بكفاءة بكلفة أقل كم عمره المشروع الآن المشروع الآن عمره 6 سنوات ويعمل بكفاءة ودراسته شكتر خذت على ما درستي هذا المشروع وتنفذ على أرض الواقع احنا طبعا درسناه لمدة أربع سنوات وكتبنا المواصفات وطرحناه وافتخرنا نعملنا بدون مستشار أنا والاستافي اللي وياي برئاسة المهندسين ما شاء الله ما شاء الله وهذا اليوم مفخرة خليجية وعربية هذا المشروع الحمد لله خدمنا بلدنا في أنه وفرنا أنت الحين لما تحط محطة كهرباء أو محطة تحلية مياه تقدر تحطه بأي طريقة ولكن الكي المفتاح أنك توفر بالكلفة صحيح لأنه لما تشوفها الآن كلفة الماء المقطرة كل كثرة وفرتك يعني أعطينا رقم مثلاً من مبلغة تشدي أنا أقدر أعطيك كنسبة يعني كانت أولاً كان سعر المشروع قليل لأنه لا يوجد انتك لا يوجد مآخب مياه لا يوجد مخارج مياه المشروع كان من مرحلة وحدة أيضاً أنا شويت خذيت الماء المنتج من هذه الوحدة وخلطته مع الماء المقطر اللي طالع من محطة الزور الجنوبية فهني وفرت بركشوتر ماي سليبي اللي نخلطه مع الماء يعني كانت منظومة من أبدع ما يكون هل ممكن إيجاد أيضاً نفس الفكرة يعني تمددها وتوسعها بشكل أكبر هل راح نستفيد أكيراً ولا بس نضل على هذه المحطة لا طبعاً نقدر بس في دراسة تبين المخارج أيضاً نوعية الماء يعني نفس مشروعك كبير يأخذون يسوونه مرة ثانية ومرة ثالث أو لو واحد هذا كافي حق الكويت لا لا نقدر وهذا أيضاً عقوب مشروعي سوى واحد ثاني بالفجيرة نفس الشيء بالفجيرة بالإمارات بالإمارات نفس المشروعك أنت الكويتي نفس مشروعنا أشرفت عليه لا هم سووا بناء على اللي شافه ونجاح مشروعنا نحن كانت تجربة أولى ونجاح المستشار أوتش سير أنت مستشار أجنبي يعني سيستعنون فيك شيء طيب يعني هذا الأمر لكن دعنا نتعجل اليوم بالكويت في عملية تكرار هذا المشروع هل راح نستفيد نحن كدولة الكويت من تكرارك طبعاً ممكن ليش ما نكررونه يعني إن شاء الله الخير يعني إحنا حطينا لنا يعني أنا حطيت فكرة ثانية وطلعت إن شاء الله الرابع يكملونا أو المهندسين اللي موجودين أنت بقدم فكرة ثانية لها أكيد في فكرة ثانية نقدر نتحك عنها يعني أتركها حقهم إن شاء الله يحققونها رابعنا إن شاء الله بشكل عام تتكلم عن شنو يعني هذا الفكرة هي نفس الفكرة بس إحنا باستخدام الطاقة الشمسية أيضاً عن طريق الألواح الشمسية نحن طبعا أنه رقبة صاحب السمو الله يحفظه ويرده بالسلامة يعني أمر أن كل مشروع لابد أن نحن نطلع من الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة شمسية أم طاقة رياح 15% لإنتاج الكهرباء أو الماء أو أي وحدات عاملة فأنا حضرت المواصفات قبل أن أطلع وجهست المشروع وإن شاء الله ينطرحوا يرى النور بإذن الله إن شاء الله أعتقد أن هناك تسابق من الشركات وبعض الشركات الخليجية ما أقول أيضا العربية والدولية بعد خبر استقالتك يعني إن شاء الله أنا فترة راحة عندي كم عرض قدم لك زي طيب يعني عروض إن شاء الله ما هي قليلة بس أنا طبعا أحد العروض التي أتني إذا تحب أن تتكلم عن المنظمة العالمية للتحلية هما طالبين أكون هذا الذي أخذت فيها المركز الأول الذي أخذت فيها المركز الأول بالانتخابات نحن طبعا في هذه المنظمة عبارة عن منظمة عالمية غير ربحية تعمل وتهتم بشؤون المياه وتحليتها ويعني هاجسها وهدفها أن نحقق الأمن المائي في العالم في كل الدول الفقيرة بالمياه ومن ضمنها دول أفريقيا وأيضا دول الخليجة أعتبر من أفقر الدول نحن من أفقر الدول في المياه أفقر الدول في المياه الطبيعية الكويت كل دول الخليج كل دول الخليج نحن لا لدينا موارد إلا التحلية وهذا التحدي وين الربط اللي سمعنا عنه الربط الخليجي للمياه بسألة يعني الربط الخليجي موجود والخطط يعني أعتقد أنها ماشية ولو أنها بادية من زمان ما شفنا شيء إلى الآن بس الربط ما رح يحل يعني الربط الخليجي رح يحل جزء من المشكلة في حالة نقص المياه من أحد الدول تعوضها الدول الثانية بس ترحنا كل شغلنا تحلية وهذا الشيء يعني تشوفين أن أفهم كلامك أنه شيء سلبي شغلنا كلها تحلية هل عندنا حل بديل غير التحلية؟ يعني التحلية وحدات عاملة تتعرض لظروف كثيرة أنا عندي وحدة كانت موجودة من ست شهور ما تقصدين بوحدة حتى المشاهد وهي وحدة تحلية وحدة قائمة وحدة يعني منظومة منظومة أجهزة متكاملة موجودة لتحلية المياه نعم هي تدخل الماء المالح وطلع ماء البحر طلع ماء حلو هذه هي المنظومة حلو شوية يعني تعتمد على عدة شغلات يعني أول شيء تعتمد على ماء البحر لازم يكون ماء البحر نظيف وغير ملوث هذه قصة البحر الحين الخليج العربي ومثل قبل يعني لما تتشوف وتحلل الملوثات كثيرة البحر بحر الخليج العربي مو مثل الأول اش فيه يا مهندسة يا أستاذة رئيسة هذه المنظمة الدولية المتعلقة بتحلية وتقطير المياه وإحنا خليجنا من أفقر الدول للمياه وماينة ملوث وراح يجي يوم توقف هالمكاين ما تقدر تحلي هالمياه ليش شنو الحل بعد الفاصل مهندسة زمزم مياه الخليج شفيها مياه الخليج العربي مياه الخليج العربي ملوثة مياه الخليج العربي صعب التعامل معها في المستقبل الآن نحن في الوزارة نأخذ أفضل التقنيات في العالم نحط معدات على مستوى عالي من الجودة ومكلف أنا ما أدري بعد كم سنة بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة شنو الحال طلعت تغارير كثيرة من البنك الدولي عن تلوث الخليج هل ما يتبدل ما يصير في تيارات مائية كان قبل يتبدل كل فترة وفترة الآن كل سبع سنوات يتبدل مرة وحدة نحن محطاتنا معظمها على جول الكويت جول الكويت مكان مغلق يعني نحن محطات الزور يعني أهون شوي الآن خلت صير عندنا بقعة نفطية وصارت عندنا بقعة نفطية وصارت كل الدنيا تختب عندي مشكلة ثانية اللي هي المواد الكيموية اللي نستخدمها في هالوحدات مو يي يوم ممكن ما نلقاها الحين الحين أنا عرفت إنه في مشكلة في حم الكبريتيك السولفوريك أسد مو موجود بالسوق هذا يساعد في تحليل المياه؟ هذا من ضمن المواد المستخدمة في البروزيس يعني أنا لو هذه المواد هذه ما أحصلها ويتم يعني توقف وحداتنا توقف وحدات تحليل المياه؟ احتياطنا شنو؟ ككويت لا لا أقولي لي طلعين النفس هذا لا يوضح تحت شيء احتياط دولة الكويت من المياه للناس تشرب منها يعني إذا أنا بتكلم على الأوقات للسلم أمورنا طيبة الآن لكن لما تصير فيه أمور يعني صعبة أنتوا عارفين الحين المنطقة فيها تشويش؟ تغلي من حولنا تغلي ها؟ نعم نحن ما ندري من وين بتين نطقة توا السعودية يتطقة ما ندري من وين ها؟ نعم احنا الكويت لا عندنا امتداد تضاريسي لا عندنا جبال عندنا هالوحدات شاكينة على البحر وما عندنا مصدر ثاني للماء لازم ندور مصدر هل أقدر أيب نهر النيل وحطه عندي؟ ولا أقدر أيب الأنهار اللي موجودة في العالم؟ نحن لا عندنا أسطول بواخر نعم وعندنا عندنا أنتجنا النفط عندنا أكبر أسطول بواخر في شركة ناقلات النفط لا يصير أن نضع ناقلات ماء لماذا؟ فكرة ما رايك أنت؟ أصير أو لا يصير ما رايك أنت؟ أنا أعرض الفكرة عليك لا نستطيع أن ننقل الماء من مناطق الماء مفقود فيها قبل الكويت أساسا قبل النفط كانت تنقلها الماء؟ أحسنت أيام الشيخ الله يرحمه عبد الله السالم كانوا ينقلون الماء هذه أحد الأفكار وفيه أفكار وفيه أفكار أما تخط طيب ليش ما يضعون هذه الخطة وتعمل هذه الخطة وتكون يعني مساند للمحطات اللي موجودة؟ أنا ما أبي أوقف التحليه لا خليت تحليه شبها تحليه تمشي بخطها والمشاريع تمشي أنا أبي مصدر ثاني ترى إحنا الكويت أفقر دولة بالخليج إذا قارنتنا بالسعودية ما نقدر نتعاون مع العراق مثلا كانت فكرة طرحت قبل فترة ليش لا؟ في امتداد هذه الأنهر نهر الدجلة والفرات لأن نهايته في مكب الخليج عدل أقول لك شغلة يقولي الخليج دش على شط العرب ثار مالح شط العرب بس نقدر ناقض من دجلة والفرات ناقلات نخلي خزانات عائمة ما رأيك بالفكرة؟ منطقية صح؟ و ليش ما عندنا؟ ما فيه طرحت هالفكرة؟ هذة مسؤولية وزارة الكهرباء والماي صح؟ أهي مفروض الوزارة تدور الشركات اللي عندها الأفكار أنا سمعت إنه في شركة أورادي عرضت هذا الموضوع على صاحب السمو الله يحفظها نعم بس ما أدري شنو صار له خزانات عائمة بواخر موجودة أحتاجها في وقت الحاجة؟ أحتاجها في أي وقت إذا صار عندي مشكلة نحن في سنة من السنين يمكن قبل سنتين وحداتنا ما داشت صيانة وحدات التحلية صارت عندنا مشكلة أنتوا لم تشعروا فيها لماذا؟ أنتوا عندما تبطلون الماء تشعروا أن الماء خفيف صح؟ مرت عليكم هذه حتى أعتقد المشاهدين يمكننا كل واحد يهز رأسه صح؟ الوزارة لا يوجد حل لتخفف الضغط تخفف الضغط الماء اللي يأيك البيت بتقول لي خزانات الخزانات كم تكفي؟ ما جاوبتي على احتياط الكويت من المياه؟ عندي خزانات بس كم تكفي؟ شهر؟ شهرين؟ مع التقنين ثلاثة شهر؟ مع التقنين؟ ما أدري إحنا عندنا سلوك للمواطنين سلوك يعني للأسف سيء بالاستهلاك كم تكلفة المياه هذه أستاذة؟ نحن الألف غالن حالياً على حسب آخر دراسة سووها الوزارة تكلفته 11 دينار كم يدفع المواطن؟ على الدولة الألف غالن؟ الألف غالن كم يدفع المواطن؟ 800 فلس وكذلك المقيم أيضاً؟ الكل الكل كل من يدفع على هذه الأرض يستخدم هذه المياه الكويتية المحلة المكلفة المكلفة بـ 11 دينار بـ 800 فلس يدفع وتشوف الدنيا تهدر والله حرام والله إحنا عايشين في نعمة ولا بد أن نحفظ هذه النعمة اللي ما ندري وأنا أتمنى إن شاء الله أنها ما توقف لا إن شاء الله ما توقف وتأمل خير يا رب إن شاء الله هل رح يأتي يوم أنه لا يمكن أن نحلي مياه البحر؟ يعني أكيد قلت يا مولا لا يمكن تحلي مياه البحر؟ أكيد تكون الكلفة عالية جداً والإنتاج لا تستطيع أن تطلع الإنتاج المطلوب الاحتياط اللي عندنا شكتره اليوم هل أنا عندي فكرة الاحتياطي للمياه أقدر أجمع فيها هذه المياه ولا ما عندي أنا أفكار في عملية وجود الخزانات نسمع فيه خزانات بالكويت خزنين فيها الماء الخزانات طبعاً هذه خزانات متجددة وفيها ماء بس ما يكفي إذا وقفت الوحدات إذا صار البحر ملوث ما تكفي لش ما نسوي خزانات عائمة بالبحر تصفط بأي مكان تبي الحين تو أنا آخر فترة سمعت أنه فيه مرسوم طلع في المملكة العربية السعودية بإنشاء مؤسسة لتقليل نقل المياه المحلة من الأنهار ومن الأماكن التي نستفيد منها تخيل أنت في باكستان مثلاً 23 نهر وقعها قريبة يمنى في أثيوبيا لماذا لا نستفيد من هالمياه والله أسألة تطرح على القياديين الموجودين في وزارة الكهرباء والماء أنا أتمنى أن ينظر في هذا الموضوع بواخر أنابيب إحنا مو عندنا بواخر تود نفط طب خد سوي بواخر تيب لنا ماء مع التحلية ما توقف التحلية جميل قبل أختم معك اللقاء والليقاء مش بشكل سريع لأمانة أتطمن على المهندسين والمهندسات اللي حضرتك ذكرتي ببداية الحلقة هناك صف ثاني كيف تقيمينهم اليوم مهندسين وخرجيين الكويت أنا والله الكويت وبره الكويت يعني في ناس خرجي الدول العربية وأجنبية يعني أنا أفتخر بشغلة صراحة في عندي مشروع الدوحة المرحلة الأولى كل الاستافي العامل في الموقع كويتي مية بالمية ما شاء الله في ذوي خبرة وفي شباب صغار متخرجي من كل الكليات ونحترم كل الجامعات في العالم لأن الإنسان يتخرج من الجامعة بفرشة علمية كأنه سفنجة ممكن يتعلم وممكن يأخذ العلم والخبرة من الناس يشتغلون قاعدين نزلون الميدان شو تشوفين في عيونهم شو تشوفين أقول لك شغلة في عندي 16 بنت ما شاء الله كلهم يشتغلون ويعني يحبون الشغل تلقاهم بالليل تلقاهم بالنهار نسوي شفتات والمشروع كهو خلصوا بيشتغل ما شاء الله فأنا هذا شيء فخورة فيه الحمد لله يعني أنجزتها معاهم الحمد لله يعني أنجزتها معاهم الحمد لله البنات كانوا ويوني برئاسة الفريق هذا اي طبعا يعني أنا كرئيس مهندسي الرئيس الأعلى نعم يوني المهندسين المهندسات بالذات تقول لي أبوي ما يرضى أروح موقع أقول نادي أبوك نادي خليك قاعد معاي والله ما يقصرون لبهات كلمة مني قاعدت معاهم أقعد طبعا لأن البنت ما تتعلم حاورت لبه وحاورت الأخه وفي ناس يعني تدري حشرين ما يرضون يابي بنته تقعد في مكتب أقعد معاه وأقنعه والله ويقتنعون وفيهم الخير تغيروا رأيهم فيهم الخير والله فيهم خير وبركة والله فيهم الخير وغيرت أفكارهم وافقهم قلت لك الآن عندي خمسين مهندس بالموقع مع ستعاش بنت ربي بوفكتش إن شاء الله وأنا على المستوى الشخصي ساعت جدا وتشرفت بأنه تحاور مع إنسان مميزة ومن أولى المهندسات الكويتيات التي تنزل إلى الميدان الكويتي علما وعملا فأنا فخور بحضرتك وفخور بأنني ألتقي معاك وأحاورك وأختم معاك ما قلت لي ماذا لا أنسى سؤاله يعني ما قلت لي من الذي أقدم لك عروض ختاما إن شاء الله تحت الدراسة العروض أنزين أهم عرض أنا ودي بس أقول شغلة مهمة أرجو أني يعني تسمح لي راح تقولين أهم عرض إن شاء الله أنا أرجو من كل المواطنين والمقيمين يا جماعة ترى ماي الحنفية أحسن ماي في العالم نحن أخذينا المركز الأول أنا يضيق خلقي لما أروح حق الجمعية وأشوف تاسين هالعربانات الماي المعبئ يعني أنا أنا ماني ضد الشركات بس ترى المناولة والتخزين خطر خطر في بلد تصل درجة الحرارة فيه إلى أكثر من خمسين درجة مئوية أرجو أن يعاد النظر في هذا الموضوع من قبل الكل ويوث أرجو أن تثق بمياه ماي الحنفية زين ماي الحنفية الكويتي ماي الحنفية الكويتي الناس اللي تشوفنا عندهم كل واحد ببيتها ماي وحنفية وزين ينشرب تدري؟ ينشرب ومنه منه اللي قال المنظمات العالمية اللي عطتنا المركز الأول إنه؟ إنه أفضل ماي في العالم طارك الله فيك قولي للعرض بختم الحلقة والله في عرض من الخليج في عرض من دول خليجية أني أروح هناك عندهم مستشارة لكل النواحي الخاصة بالتحليج ولا زال تحت الدراسة شكرا جزيلا خياك الله شكرا ضيفتنا الكريمة طبعا ما تكرمت من الكويت صح؟ ما صار تكرم لا الأسف الشديد ما تكرمت من الكويت من بلدها وفي النهاية ما في مننا إن الإنسان يعمل ديرتك ولا ناطرة هي التكريم لكن كرمت من الخارج فخر لنا خذت المراكز الأولى من الخارج فخر لنا والكويت بعد استقالتها التي بعض تلاميذها بقدرة قادر مسؤولين عليها ما لهمها أخذت هذه الخطوة لأن هناك رقابة ومتابعة من قبل هذه الدول الخليجية لهذه المهندسة الكويتية قدمت استقالتها تشبه؟ تعالي نبيتش هذا عرض أول هذا عرض ثاني تعالي أنت مستشارة والذي تقول لنا رح يمشي يعني مشاريعها رح نشوفها بره من اللي سواها؟ ورح هذه المهندسة زمزم الكويتية اللي قدمت استقالتها أتمنى الرسالة وصلت للمسؤول المعني باتخاذ هذا القرار اللي دائماً يحتضن أبنائه واعتقد أنه فخر لنا اللي يتم اليوم احتضان السيدة الفاضلة المهندسة الأستاذة زمزم الركف شكراً لها وشكراً لكم شوفكم على خير في أمان الله